أبدأ بالخبر الأول عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير البترول لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول ووجه السيد الرئيس بتكليف جهود البحث وتوسيع رقعة المناطق الاستكشافية الجديدة وذلك حتى سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياجات المضافة من الغاز الطبيعي طبعا ده بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي أولا وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي عرض أيضا المهندس طارق الملة وزير البترول الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 وذلك في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط بالاشتراك مع كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار و1 من 10 دولار حيث من المتوقع تبقى للنتائج الأولية الحالية أن يصفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز قليمي لإنتاج وتداول الطاقة ده خبر مهم جدا يعني الخبر مهم جدا بيأكد أنه أنشطة البحث والاستكشاف اللي بتقوم بها مصر في البحر المتوسط يعني متوصلة طول الوقت وطبعا هذه الأنشطة تبقى لشيء مهم جدا للمبادئ والأعراف والقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحر الخبر ده بيأكد بأنه من حقنا أنه نعمل استكشافات وأنه ناخد كل الأماكن اللي من حقنا واللي هي من داخل ترسيم الحدود بتاعنا وناخد كل حقوقنا طبقا للقانون الدولي وما يقدمه ولكن ده برضو بيخلينا أن كل جزء نقدر نوسع فيه الموارد بتاعتنا من حقنا كمصريين علشان نقدر كمان ندعم الاقتصاد بتاعنا